اهلا بكم الى موجز اخبار الان انتخب رياض سيف رئيسا جديدا للاتلاف الوطني السوري المعارض وذلك خلال شماع عقد في مدينة اسطنبول التركية كما انتخبت الهيئة العامة للاتلاف في الاجتماع ذاته سلوى كتاو عبد الرحمن مصطفى نائبين للرئيس ونذير الحكيم امينا عاما اتفق رئيس الاركان الروسي والامريكي على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة تمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا وناقش رئيس الاركان الروسي فاليري جيراسيموف والجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية ناقش في اتصال هدفيا اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا واتفقا على مواصلة العمل على اجراءات اضافية تهدف لتجنب وقوع اشتباكات بينهما في سوريا اعلنت الفرقة التاسعة في الجيش العراقي اليوم عن اعتقال ما يسمى مدير الشرطة داعش في حمام العليل متسللا مع النازحين في مشرفة بساحل الموصل الايمن وتخوض القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش اكد وزير الخارجية اليمن عبد الملك المخلافي التزام حكومة بلاده بالتفاوض من اجل احلال السلام في اليمن على وجه السرعة ولفت الى رفض الانقلابيين الاخدى باي مقترح من المقترحات التي طرحها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد معربا عن اسفه ازاء رغبتهم في الاستمرار في الحرب استولى مسلحو طالبان على حي يقع خارج مدينة قندوز شمال افغالستان ما يشير الى تصاعد الصراع مجددا بعد ان اعلن المسلحون الاسبوع الماضي بدأ هجوم الربيع الذي يشنونه كل عام وقال محفوظ اكبر المتحدث باسم الشرطة في شرق افغالستان قال ان قوات الامن انسحبت من مقاطعة قلعة زال غرب مدينة قندوز لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين والعسكريين بعد اكثر من 24 ساعة من القتال العنيف قالت الشرطة ان سفينة للبحرية الصينية سلمت ثلاثة اشخاص يشتبه بانهم قراص الى السلطات الصومالية امس في تحرك يبرز تصميم القوات البحرية الدولية على القضاء على اي ظهور جديد للقرصنة هذا العام وتورط الثلاثة في محاولة خطف سفينة الشحن او اس خمسة وثلاثين التي ترفع علم توفالو في نيسان ابريل والتي انقذتها البحرية الصينية بعد ان ارسل طاقمها نداء استغاثة اظهرت دراسة عالمية محايدة بان مبيعات الاجهزة اللوحية في جميع اسواق الاتصالات حول العالم سجلت حوالي ستة وثلاثين مليون ومئتي الف وحدة خلال فترة الربع الاول من العام الحالي الى اللقاء اشتركوا في القناة